افادت مصادر ومحلية بان الاحتلال التركي شكل مجموعة من المرتزقة من الفصال الارهابية التابعة له في المناطق السورية المحتلة بغية تصفية المعارضين لفكرة التقارب السوري التركي في تلك المناطق بعد ان استخدمهم كمرتزقة يقاتلون لصالحه في ليبيا واذربيجان واقليم كردستان وغيرها من البقاء حول العالم ها هو النظام التركي يصلت اليوم الفصال الارهابية التابعة له على ابناء جلدتهم في المناطق التي يحتلها شمالية سوريا يضرب بهم من يعارض مصلحته حتى وان كانت على حساب مصلحة اصحاب المنطقة انفسهم مصادر محلية نقلت ان الاستخبارات التركية شكلت ما تسمى كتائب الموت التركمانية في المناطق السورية المحتلة بعد الاحتجاجات التي شهدتها تنديدا بمحاولات التطبيع بين النظام التركي والحكومة السورية وبحسب المصادر فان مهمة هذه الكتيبة تصفية واختطاف كل من يعارض اوامر تركيا في المناطق السورية المحتلة وعلى وجه الخصوص مسألة فتح معبر ابو الزندين والحركة التجارية بين المناطق السورية المحتلة وبين مناطق الحكومة السورية هذه الكتيبة تتبع وفقا للمصادر لما يسمى فصيل السلطان مراد وتعتبر جزءا وامتدادا لمجموعة الذئاب الرمادية التابعة لحزب الحركة القومية التركية وفي السياق نفسه أصدر النظام التركي قرارا ينص على إخلاء معبر ابو الزندين من جميع الفصائل التي تعارض فتحه خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة واستقدم تعزيزات ضخمة وأغلق جميع الطرق المؤدية إلى المنطقة مهددا بحجز أموال متزاعمي تلك الفصائل داخل البنوك التركية وخارجها وقطع رواتب عناصرها بالإضافة إلى قطع التيار الكهربائي والإنترنت بشكل كامل عن المناطق السورية المحتلة والجدير بالذكر أن المناطق السورية المحتلة ولا سيما مدينة الباب تشهد في الآوينة الأخيرة احتجاجات شعبية ضد عملية فتح معبر أبو الزندين بين المناطق السورية المحتلة وبين مناطق سيطرة الحكومة من بولندا ينضم إلينا حسام نجار كاتب صحفي ومحلل سياسي أهلا بك أستاذ حسام إذن نتحدث عن تشكيل فصال الاحتلال التركي في مناطق المحتلة شمالي سوريا بريف حلب كتيبة تسمى كتيبة الموت التركمانية لمواجهة معارضي التطبيق ولمواجهة معارضي فتح المعابر التجارية هناك أستاذ حسام كيف تقرأ هناك المشهد؟ بداية أصعد الله مساءكم أستاذ الحكوم طبعا أنا بحثت من خلال المتابعة الدائمة للوضع التركي في سوريا ولقضية سوريا بحثت جيدا ولم أجد إلا مصدر واحد للمعلومة التي تتفضل بها نعلم أن هناك تمييز ما بين التركي وما بين التركماني وبالتالي إذا كانت هذه الفصائل أو كتائب الموت التركمانية تشبه ما يسمى كتائب الزعاب الرمادية فهذا شيء مختلف الناحية المهمة جدا أن فاسونيا بالتركمان هم الضفاء التي هاجرت إلى المناطق السورية وبقية المناطق وبالتالي بحثت جيدا في هذا الأمر لم أجد إلا مصدر واحد يقول أن هذه الكتائب موجودة لكن برمته لا تريد تركيا أو تركيا إذا أرادت تشكيل كتائب فلديها كتائب سابقة لماذا تقوم بتشكيل كتائب جديدة لكي تقوم بملاحقة المعارضين للتطبيع لديها كتائب وقادرة أن تكون هذا الكتائب في طوع يدها وطوع بلانيه أستاذ حسام يعني موضوع المرتزقة بيات تركيا هو ربما تم الحديث عن تشكيل هذه الكتاب بهذا المصدر الذي أتينا بذكره أنه ربما بسبب فتح معبر أبو الزيندين لأن هناك ضجة كبيرة حول فتح هذا المعبر هناك رفض جعبي كبير هناك بعض العناصر المسلحة أيضا ترفض فتح هذا المعبر إذن إلى أي درجة فتح هذا المعبر هو مهم بالنسبة للنظام التركي وهذه الفصال المرتزقة تابع لها حتى تدافع عنه سيد الكريم طبعا التركي يعمل كما قلنا من خلال البرامة هي كبيرة جدا سواء من رأس نظامه إلى أدنى عنصر فيه وبالتالي هو يبحث عن مصالحه وكذلك يبحث عن نقاط أساسية لكي يختمل التطبيع بفتح نظامه بفتح المعابر وخاصة معبر أبو الزيندين لكن الناحية المهمة جدا أن جميع المواطنين وجميع الأهالي في تلك المنطقة يرفضون فتح المعابر وقامت بعض الفصائل بإغلاق هذا المعبر تحديدا لذلك تركيا ليست بحاجة لتشكيل كتائب معينة تسمى كتائب الموت لكي تجبر الناس على هذا الأمر هناك لتها كتائب تعمل تحت سلطتها وممكن أن تشكل كتائب أخرى بأسماء معروفة وتخضع الناس لأوامرها وإلى قراراتها لكن أعود وأؤكد أن فتح المعابر هذا ليس من مصلحة الشمال السوري نهائيا لأنه يسمح بدخول الشبيحة والعناصر التي ممكن أن تقوم بافتعال مشاكل هناك وبافتعال تفجيرات وبالتالي المناطق النظام هي التي تستفيد من هذا المعبر وليس الشمال السوري نعلم أن النظام السوري وكل من يقع تحت سطوته يعانون الأمرين من خلال المواد الغزائية ومن خلال بقية المواد وخاصة البترول ومنتجاتي ومشترقاتي فتح المعبر ليس من المصلحة الشمال وإنما المصلحة النظام السوري فقط أستاذ حسام موضوع فتح المعبر طبعا هي ربما كانت كما يراها المراقبون أنها مقدمة لفتح الطريق الدولي إنفور لأنه أيضا كان اجتماع روسي تركي حول هذه النقطة وذلك أيضا يخدم مسار التطبيع هل سيبدأ التطبيع من البوابة التجارية باعتقادك؟ للمعلومية أستاذ الكريم البوابة التجارية لم تغلق نهائيا لم تغلق نهائيا رغم إغلاق معبر أبو الزندين أو غير من المعابر وبالتالي البضايع التركية تمر بشكل دائم إلى الخليج العربي من عن طريق سوريا وليس من عن طريق طرف آخر البوابة التجارية هي الأساس في كل تعامل وبالتالي تركيا تعتمد على هذا نتيجة عدة أسباب أولا أن منتجاتها قد قلت نسبتها الوصول إلى الخليج قلت نسبتها ثانيا أن هذا الموضوع التجاري سيعوض السياحي لأنه هناك انخفاض كبير جدا في عدد السائحين والسواح الخليجيين تحديدا إلى تركيا التي تجد الحملة العنصرية النحية الثالثة أن الانفور تحديدا هذا مبحث طويل ويتم الحديث عنه في عدة مرات تم اللقاء ما بين التركي وما بين الروسي في لقاءات عديدة جدا وبالتالي تسعى روسيا إلى أن يحصل هذا الفتح لكن تركيا لها بعض المتطلبات من هذا الأمر لكن الجديد في الموضوع أن اليوم تصريح رأس النظام السوري في مجلس الشعب يقول أننا لم نقرب من التركي سحب قواته حتى نبدأ بعملية التطبيع وهذا انسحاف كبير جدا من الموقف المتصلي بالنظام السوري في موضوع التطبيع مع التركي أيضا أستاذ حسام بالعودة إلى موضوع الفصائل وهذا الموضوع الكتيبة تركمانية وكتيبة الموت كما تم تسميته من قبل المصادر المحلية هناك إلى أي درجة تشبه ما شكلته قوات حكومة السورية منذ بداية أزمة بكتائب البعث ضد المعارضين وضد الناشطين اليوم لأن هناك أيضا المعارضين وناشطين للتطبيع التركي السوري وأيضا للمعارضين لفتحة المعبر أبو الزيندين أيضا هم يلاقون نفس المعاملة يعني ضرب واعتقالات سيد الكريم أعود وأؤكد أنني بخلال بحثي لم أحصل إلا على هذا لكن هناك ممارسات تقوم بهذه الفصائل التابعة للاحتلال التركي بضرب وفضل هذه الاعتصامات لا خلاف لا خلاف لكن أنا أعود وأؤكد كي لا يحسب أنني أنا وأؤيد الموضوع أنا أقول بخلال بحثي لم أجد تلك الكتائب في مواقع عديدة أو حتى في ورف عديدة البهن في هذا الموضوع إذا كان حصول هذه الكتائب فعلا على أرض الواقع فأنها لا تختلف فعلا عن الشبيحة وكتائب الدفاع الوطني التي سميها الكتائب الدفاع الوطني وكذلك كتائب البعث وغيره من كتائب التي تم تشكيلها على الأرض السورية سواء كانت تابعة للنظام أو لغير النظام بالتالي نحن أمام حركة واحدة وأسلوب واحد يتبع من ضمن الأجهزة الأمنية الدكتاتورية الشمولية التي تريد أن تفرض الرأي والرأي الواحد فقط مع المساس بأمن المواطنين ومع المساس براحتهم وإقلاق تلك الراحة إذن نحن أمام خطوة مماثلة لما قام به نظام أسد وشبيحته بحال كانت صحيحة تلك الكتائب بالنسبة لفتح المعابر الداخلية أستاذ حسام ذكرت أن الفتح المعابر ليس من مصلحة المواطنين في الشمال السوري بل هو فقط من مصلحة النظام كما قلت حضرتك وكثيرين من المحللين يقولون ذلك هناك أيضا رأي يقول أن من يرفض فتح المعابر هم عصابات أو جماعات التهريب اللغة العامية لن سيضرب عمليات التهريب وتجارتهم تهريب مواد الغذائية وغيرها الكثير طبعا سيد الكريم هذه وجهة نظر محددة لكن نحن لا نبحث في الفوائق الشخصية لمجموعة محددة وإننا نبحث في الشكل العام بغض النظر عن عمليات التهريب وعمليات مرور البضائع نحن نأخذ الناحية الأمنية في الدرجة الأولى من الناحية الأمنية هل هي في مصلحة الشمال أو في مصلحة النظام من الناحية التجارية الإقتصادية قد تكون لمصلحة بعض التجار المهربين الذين يقومون بالتهريب بين المنطقتين لكن أعود وأؤكد نحن عندما نبحث لا نبحث الناحية الخاصة وعندما نبحث الناحية العمومية والتي فيها مصلحة الشمال السوري تعديدا على حساب مصلحة من المنطقة سلطة العسل أشكرك جزيلا شكرا من بولندا حسام نجار كاتب صحفي ومحلل سياسي شكرا للمشاهدة